نخدم جولتنا على مختارات من أعمل طرأي والمقارات بزاوية على كل للكاتب محمد عبد القادر التي جاءت اليوم بعنوان اضراب الصيدليات أسوأ ما يحدث يفتدر الكاتب بالقول نفذت 90% من الصيدليات العامة بالخرطوم والبالغ عددها نحو 1200 صيدلية اضرابا عن العمل أمس الأول الاثنين وانخفضت النسبة إلى ما يفوق 80% أمس الثلاثة الاضراب مثلما هو معلوم وحسب ما نقلته الأخبار جاء احتجاجا على ندرة الأدوية إذ أصبحت أرفف الصيدليات خاوية على عروشها يتسيدها العنكبود إن لم تجد إليها أدوات التجميل طريقا بعد أن عز الحصول على الدواء يمضي محمد عبد القادر بالقول السبب طبعا عدم جدية الحكومة في إيجاد التمويل اللازم لاستيراد الدواء وبأسعار تجعله في متناول يد المواطن الذي بات يصارع في جبهات عديدة ليكون على قيد الحياة تابعنا خلال الفترة الماضية وحذرنا كثيرا من الفوضى الموجودة في سوق الأدوية والضبابية التي تكتنف موقف الدولة من دعمه وتوفيره للمواطن بأسعار مناسبة لا أدري كيف ستصل العقاقير للمواطنين مع تحرير أسعار الدولار وغياب الدولة الكامل عن هذا الملف الخطير يستمر الكاتب بالقول جميعنا يعلم أنه توجد بدائل لكافة الأزمات التي تواجه المواطن في الوقود والغاز والكهرباء والخبز لكننا نعلم كذلك أنه لا بدير للدواء إلا الموت هذا المصير الذي يواجه مرض سودان إلا مع انسحاب مخجل جدا وغير مبرر للدولة الغريب أن هذا الخبر وعلى كارثيته لم يرق لاهتمام المسؤولين لم نسمع من الدولة حتى الآن تحركا يوازي خطورة الموقف ويختم محمد عبد القادر بالقول الصيادلة يرغبون في وضع حد لأزمة الدواء وتوفيره بشكل كامل وكان الأوفق أن يكون هذا هو هم الدولة المسؤولة عن حياة المواطنين بالأمس كان المواطنون يسعون بين الصيدريات لشراء دواء مطلوب لإنقاذ حياة مرضاهم جلهم عاد بخفي حنين نتطلع إلى قرارات مهمة من مجلس الوزراء تضع حدا لمعاناة أهل السودان في الدواء رفعت الدولة يدها عن كل شيء الخبز الوقود الكهرباء نتمنى أن تخصص نذرا يسيرا من عوائد رفع الدعم لحل أزمة الدواء فإذا فشلت في عانة المصنعين والمستوردين على توفيره فالبديل هو الموت ترجمة نانسي قنقر